في تطور سريع ودي أخبارنا النهاردة في تطور سريع لأزمة عدم تجديد علي معلول وبناء على تصريحات ألها الكابتن محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي أمس التي شهدت التأكيد على وضع معلول تحت الاختبار بعد عودته من الإصابة يوم 20 نوفمبر القادم لحسم تجديد تعاقده من عدمه عرفنا عرفنا في رقم 10 أن علي معلول بدأ بالفعل في البحث عن نادي آخر تحديدا يبحث الآن في عرض سعودي سعودي مقدم ليه شفهان في الوقت الحالي ده تحسبا لعدم الوصول إلى اتفاق مع النادي الأهلي على تجديد تعاقده ورغم كل ما حدث معلول يضع النادي الأهلي في أولوية القرارات ولكن في الوقت نفسه بيبدأ في البحث عن عروض عربية في حال أنه النادي الأهلي قال له شكرا يا معلول على الفترة العظيمة اللي قدتها مع النادي وممكن تشوف مستقبلك فهو الراجل بيشوف مستقباله احتياطي لأن النادي الأهلي برضو خلاها 50-50 قال إنه ممكن يكمل وممكن نوجه له الشكر فالراجل بيشتغل على إنه لو مشي من النادي الأهلي وتحديدا إلى النادي السعودي أو أحد أندي الدوري السعودي معلول حتى هذه اللحظة بيتكتم على أسماء الأندية السعودية وبيقول للمقربين منه أنه الأهلي هيفضل بالنسبة له أولوية أولوية طيب دي حكاية